اهلا بكم يا رب كلكم تكونوا في احسن حال النهاردة فيديو عن حامل الموبايل كنتوا سألتوني عليه كتير قبل كده وكنت وردتكم الحامل اللي عندي طبعا انا شرياية من فترة طويلة وبستخدمه من فترة طويلة هو كحامل طبعا عملي وحلو قوي لكن فيه ناس مش هيبقى مفيد بالنسبة لهم الناس اللي بيصوروا فيلوجات او بيصوروا مثلا برة هيبقى صعب او ان هم يخدوا معهم بالشكل ده هو طبعا بقاله فترة انا بالنسبة لي كان عامله قوي وعجبني لكن لما ابتدت تصور في المطبخ كنت محتاجة يعني حامل تاني غير ده فاروحت نفس المحل اللي اشتريت منه الحامل ده عشان اجيب حاجة شبهه او اجيب حاجة تكون يعني ليها كذا استخدام بصراحة لقيت حامل تاني حلو قوي فحبيت ان انا عمل لكم ريفيو عنه وقلوكو يعني اورهولكم معايا ونستخدمه مع بعض هيعجبكو قوي طبعا ده الحامل القديم انا حتى الخلاص الاصدار ده ما لقتوش موجود قالولي اخر كان موجود من ثلاث شهور وتقريبا ما بقاش موجود لكن اللي لقيه طبعا كان سعره حلو قوي كان بمئة وستين جنيه وقتها ودلوقتي كان تقريبا بحدود مئة وخمسة وسبعين انا كنت سأل عليه اونلاين من محل اي ميديا ستور المفروض ان هو يمكن المحل الوحيد اللي لقيت فيه الحوامل دي لاني كنت كل ما ادخل مول او محل اسأل ما كانش بيه بقى فيه غير الهولدر بتاع العربية هو بتثبت كده في الترابيزة اي ترابيزة عندي طبعا بياخد مسافات او اي حجم ترابيزة فدي كان بصراحة الميزة اللي فيه كان بيقدي الغرض عندي وكان كمان الجزء بتاع ماسكة الموبايل دي كان برضو ماسك نفسه وحلو عن اللي انا هورهه لكو جديد برضو الحاجات الجديدة عشان انا لسه ما استخدمتوش فلسه مش عارفة يعني برضو خايف عليه شوية او باستخدمه بحرص شوية لكن هو بصراحة فيه مميزات كتير قوي هحاول ان انا اقول لكم عليها ولو حابين طبعا الناس اللي سألتني وعايزة اه حامل للموبايل ممكن لو يحس ان هو عملي اه معاهم او ممكن يبقى بالنسبة لهم مفيد اه تقدروا تجيبوه من اه المحل اللي هو اي ميديا ستور طبعا ليه فروع كتير قوي في مصر تقدروا تشتريه منه اه هو بصراحة اه كان اه غير الحامل هو شبه الحامل اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو على كل شركات شركات التسويق اللي هي اونلاين اللي هي بيبقى موجود اه عليها الحامل بتاع الموبايل اه ده الميزة اللي فيه انا كنت بصراحة رايحة اجيبت تاني اللي انا بقول لكم عليه ده لكن اه لما لقيت ده اه عجبني حتى هناك في المحل قالولي ان هو لسه جديد خالص ولسه نازل اه اللي عجبني فيه حجمه رقم واحد الحجم بتاعه بصه اصلا العلبة دي هو تقريبا نصها هورهولكو دلوقتي هفتحه معاكو ده شكله بصراحة اه يعني عجبني قوي وكمان الارتفاع بتاعه يعتبر مناسب حلو برضو بالنسبالي اه هو قلي متر ونص بس انا شايف ان هو مش متر ونص انا فتحته كله هفتحه معاكو دلوقتي اه يعني تقريبا متر وعشرين بصوا الحجم بتاعه يعني فضيع يعني احنا اصلا اللي بيصور بقى فلوجات او يعني يعتبر زي سيلف ستيك كده لكن مع ان هو بيتثبت كمان على طرابيزة او بتثبت على اي حاجة انتوا عايزين تحطوه قدامكو اه فدي الميزة بصراحة اللي فيه هو فيه كزا ميزة يعني فيه مميزات كتير اولا الحجم زي ما انتم شايفين حجمه صغير اوي انا ممكن اخده في شمطتي منتهى السهولة اه كمان الجزئية دي ده المفروض دي الرجلين بتاعته او الحامل بتاع بتاع الهولدر نفسه بصوا هبي طبعا دول المفروض اللي هو بيتثبت عليهم او بيقف عليهم الحامل بتاعي فيه جزء امان هنا كده ده بيتفتح وبيتقفل عشان اه طبعا الحاجات دي ما تقفلش لوحدها في اي وقت بصوا كده خلاص تثبت مجرد ما قفلت الامان بتاع الرجلين من تحت بعد كده بتقدروا بقى تطولوه زي ما قلتلكم ان هو اه تقريبا متر وعشرين اما قسطوش المفروض كنت قسطو عشان اقولوكو اه حجمه بالزبط زي ما انتوا شايفين اهو يعني هو كده نزل على الارض لغاية الارتفاع ده كده فهو تقدروا اه تسبتوه على الوضع الاساسي الصغير خالص لو انتوا عايزين تعملوا مثلا لايف تعملوا اه تسجلوا وانتوا وقفين تسجلوا وانتوا قاعدين بالشكل ده كده ممكن حتى لو قصير شوية ممكن نحطوا على ترابيزة لو حابين نسجل حاجة واحنا واقفين الجزئية اللي انا بقفلها بقى دي ده الجزء بتاع اللي هو ان احنا بنحط فيه الموبايل برضو ليه امان ان انتوا بتفتحوه او تقفلوه عشان تسبتوه على الوضع اللي انتوا حابينه طبعا الوضع بتاعه بيختلف بيبقى ممكن يبقى افكي وممكن يبقى رأسي لو عايزين تصوره سيلفي مسلا او تعملوا هي دي الجزئية دي دي بقى من المميزات التانية بتاعة الحامل الجزء ده اللي هو زي المفتاح كده ده اللي بيسبت الوضعية بتاعة الجزء اللي بتركب فيه الموبايل ده الجزء اللي بتركب فيه الموبايل تقدروا تخلوه افكي عشان لو هنتصور مثلا شغل زي شغلي مثلا وتقدروا يعني تخلوه بالوضعية دي لو حابين تصوروا سيلفي او تصوروا لايف مثلا وتسبتو من المفتاح الجانيبي ده مجرد ما بتلفوه كده خلاص بعد كده الموبايل بقى بنسبتو في الجزئية دي والناس اللي لسه بتصور جديد يا جماعة دايما تصوروا بالعرض بتصوروش بالطول لان التصوير بالطول طبعا بيبقى مش مظبوط خالص وبتبقى الكادر بتاع الكاميرا صغير فدايما بعد ما تزباطوا الكادر بتاع الكاميرا او تزباطوا الحامل بتاعكو اللي بفوه بالعرض فالتصوير بيبقى بالشكل العرضي ده افضل بكتير من الطول كمان من المميزات الحلوة قوي في الحامل بصراحة يعني من كتر ما وعجبني ومميزاته بصراحة كتير قوي بالنسبة لسعره وبالنسبة للشكل بتاعه او للاستخدام بتاعه هو سعره على فكرة 300 جنيه التاني اللي هو المشهور قوي اللي هو بيبقى ليه 3 رجلين من تحت الكبار كان بال350 ما اعتبرش فيه فرق كبير في السعر لكن ده الميزة اللي فيه الحاجات الحلوة اللي فيه ان هو اولا فيه كشاف فوق الموبايل هورهه لكو دلوقتي اه كمان حجمه حلو قوي بيقدي الغرض بالنسبة لي اه يعتبر اه عملي او بالنسبة لشغلي او بالنسبة لاحتياجاتي لو حاسين ان انتو يعني اللي شايف ان هو برضو بيعمل نفس الشغل ده او هيستفاد منه كده ممكن يهيلاقيه بمنتهى السهولة هو لسه نازل جديد خالص انا اول مرة نشوفه بصراحة عشان كده اه قلت لازم اورهولكو طبعا واحنا بنطول او احنا بنقصر نخلي بالنا برضو الحاجات دي على قد ما بتبقى متينة هو طبعا العصاية بتاعته دي اه معدن اه لكن برضو خلي بالكو اه يبقى بحرص شوية وانتو بترفعوه او بتنزلوه دي الجزئية اللي قلتلكو عليها ده الكشاف اللي هو اصلا متوصل في ده مش كشاف الموبايل مفروض الكشاف ده اه جزء اه من اله من الحامل اه بتنوروه وبت اه وبيتشحن طبعا الجزئية بتاعت الشاحن هو مديني بس واصلة كده للشحن اقدر اه اشحنها اشحن اله المسباح ده او اشحن الكشاف ده هنا بقى الجزئية الحلوة قوي كمان في في الحامل انتو شايفين المفروض ده بلوتوز اه قصد دي رموت بالبلوتوز انحنا المفروض بنوصله على الموبايل او بنعمله كونتكت مع الموبايل عن طريق البلوتوز بنعرفه عليه على الموبايل بتاعنا اه عشان اه ممكن نسجل فيديو او نصور ناخد لقطات بالرموت طبعا اه عشان المسافة فطبعا وجود رموت كمان في يعني حامل بالسعر ده او بالشكل ده طبعا حلو قوي بعد ما بنعرفه بالبلوتوز بيبتدي يستقبل مني الاشارات بفتح الموبايل بتاعي وممكن اخد شاط وممكن اصور فيديو افتح واقفل اه بدل ما اروح لغاية الكاميرا او اروح لغاية الفيديو ممكن وقتها تطولوا المسافة بتاعة اه قفل الموبايل لان بيبقى فيه امان مثلا اللي في قفل الموبايل بيقفل بعد عشر ثواني بعد عشر دقايق بنزبط الوقت على قد ما نقدر ان هو يبقى اطول وقت عشان لو الموبايل قفل لازم تروحه وتفتحه اه كمان ممكن وانتو يعني لو انتو عايزين بتعملوه زي سيلفي ستيك هو خفيف مش تقيل واحنا شايلينه برضو حلوة قوي في الجزئية دي لان انت يعني احنا مسبتين كده الرموت تحت ممكن نلقط برضو والروبوت الرموت تحت سبعنا وتحت ادينا فدي برضو كانت حاجة حلوة قوي ده الشاحنة هي دي الواصلة اللي هي جاية معاه فهو كده يعتبر جاي بالشكل ده وكمان دي الارشادات بتاعته او البرشور بتاعه ودي الواصلة اللي بشحن منها الكاميرا بتاعتي او الاضاءة بتاعتي فهو يعتبر اصدار يعني عارفين ان هو بدل بقى الرينج لايت او بدل الكلام ده هم معدلين فيه كتير يعني عاملينه بشكل عملي بصراحة ده يعتبر كده خلاص كل حاجة فيه مفهوش حاجة تاني لكن بصراحة هو المميزات اللي فيه حلوة قوي وكتير وبالنسبة لسعره كمان هوريكو انا جايبا منين طبعا ده مش اعلاني جماعة ده عشان خاطر عيون كنتو انا بورهولكو لكن انا بالنسبة لي هو محل عادي موجود عندنا في مصر عادي وليه فروع كتير انتو بتعملوا سيرش على جوجل بتشوفوا الاقرب فرع ليكو فين بتليفوناتو مثلا وبتتواصلوا معاه تشوفوا لو عايزين تاخدوا سكلين لو عايزين تجيبوا نفس الحامل ممكن تتواصلوا معاه وتقدروا تجيبوا من عنده لو انتو حابين تجيبوا نفس الحامل ده بصوا الحجم بتاعه حلو قوي ازاي بالنسبة للمحل في اخر الفيديو هوريكو التليفونات بتاعته هو اسمه اي ميديا ستور ستور حلو قوي بتلاقوا فيه كل الحاجات اللي انتو عايزين ممكن تلاقوا حاجات تانية تعجبكو اكتر غير ده او غير الحامل ده يارب الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم هسيبكو مع العنوان بتاع السطور اللي انا جيبت منه او المحل اللي انا جيبت منه اه ما تنسونيش من دعواتكو يارب اتمنى لكم كل التوفيق يارب تستفادوا من الفيديو متشكرة اوليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة